قام حضرة صاحب الجلالة البلك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء هذا اليوم بزيارة إلى معرض البحرين الدولي للطيران 2016 في دورته الرابعة والمقام في قاعدة الاسخيرة الجوية فلدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل شخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وقد تبادل جلالة الملك المفدى الأحاديث مع مختلف ضيوف البلاد وكبار المسؤولين في شركات الطيران العالمية وشاهد العاهل المفدى كذلك العروض الجوية المصاحبة للمعرض والتي قدمتها الطائرات الاستعراضية المشاركة حيث انطلقت العروض الجوية بعرض من سلاح الجو الملكي البحريني وبمشاركة طياري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وشركة دي أتشال وعدد من المظليين من قوة دفاع البحرين أتشحت المشاركة عبر الهند أتشحت المشرح من الجوية الملتين من المفدر من المنظمة العربية المنظمة العربية أتشحت المشاركة على الأخداد العربية المتحدة للمعرض المترجم للقناة 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 المترجم للقناة